تلقى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم خطاب تهنئة من المهندس بسام جايد الشمري رئيس اللجنة المنظمة العليا لجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية بدولة الكويت الشقيقة وذلك بمناسبة فوز البوابة التعليمية للوزارة واختيارها ضمن أفضل المشروعات التقنية في القطاعات الحكومية لعام 2020 وقال المهندس الشمري إن فوز مشروع بوابة التعليمية الإلكترونية في هذه الجائزة جاء بعد تحكيم المشاركات من قبل مجلس تحكيم عربي يضم أعلى الخبرات التقنية المتميزة والمتخصصة من جهات بحثية وأكاديمية على مستوى الوطن العربي اشتركوا في القناة